في هذا الفيديو بقضي يوم كامل مع شخص بيكرهني على السوشيال ميديا هل هيكون بنفس العنف بالحقيقة ولا هيكون إنسان لطيف كيفكم جماعتي؟ اليوم كان الخاطر عبالي فكرة أنه يا أخي كل حدا على السوشيال ميديا إلا يكون عنده نسبة ناس بكرهوه يعني لو تنزل الفيديو أنت في الحج هيكتبوا لك كومنت الله ينعر شكلك أنت رايح يتهدي الكعبة فكان عندي فضول أعرف كيف شكل هذون الناس معقول بالحقيقة يكونوا زي ما هم على الكومنتات اليوتيوب ما بعرفه فعشان هيك كنت تذكر اليوم تصفح اليوتيوب ولقيت شخص اسمه يزن مشاكل كبر فوتو تابعت القناة مشكلجي هو إنسان كثير يحب المشاكل وطلع صوت طلع زي أبطال الدرجة هالعام فعام الفيديو قبل الأسبوع أحمد أبو الرب صرق متابعينه بس هالمرة آيفون هاي المرة آيفون بس رقض الثانية دائما دائما بس رقم المتابعيني فطلعت صوت العرض ما شاء الله حاطني هنا شيطان نصب على المتابعين أحمد نصب علي هاد واحد من المتابعين هاي قلت لكم لما أنصب عليكم ما تحكوا لحد نهاية أبو الرب هاي نهايتي كانت قبل أسبوع والله ولا حسيت فخلينا نحضر الفيديو نشوف شو حكي هذي الأستاذ يا مصحابة وشافك مسيلة ما الكذاب إلا يدخل الأستاذ يعني خلص مضلش غير أنك تصير تكبس بالع باب دار الرسول استغفر الله والله أول مرة بشوف الفيديو إيش هاد وإنتوا عارفين إذا بمسك يوتيوبر متلبس وهو بستغله بنصب على متابعين وشو بعمل فيه ما؟ ما سكت يا جماعة هبطلق لأنصب على متابعيني خلص شو اللي عملتوا بالزلط وشعار؟ هي أي نصب فيهم أنا نصبت عليكم كثير قبل أحمد أبو الرب يا جماعة وصل لمرحلة استغلال وكذب على المتابعين كفيلة إنو تخليني أفضح وال الزلمة جد أنا بصلاحة بحياتي ما شفت يعني شفت كثير من ناس بكرهوني وفيديوهات عني بس بحياتي ما شفت شخص لهاي الدرجة تحسه مغلول طيب يا جماعة هنواقف الفيديو هون بجوز نكمله في المستقبل في هذا الفيديو بس اللي صار إني تواصلت معي هذا المشاكل فحسي حرين عليها بدي لأول مرة بحياتي أشوف شخص بكرهني بدي أشوف كيف حيتعامل معي هل مثل أول ما أشوفني هيحكي والله أفضح ولا حيكون زلمة محترمة وكتكوت؟ برضو فرصة إنو أنا أضبط وضعي معاه هذا المشاكل هو زلم كثير مشكلجي هلو؟ يا زلمشاكل؟ هلو؟ معك أبو الرب؟ لا يا زلمشاكل ليش بتكره لي يا زلمشاكل؟ مش شرط إني أنا أكرر معك كشخص أبو الرب تكره ليش كشخص؟ طب كشوك تكرهني كحيوان؟ طب اسمعي يا زلمشاكل سيبك من الحاكل فاضي حسابي أجي أخذك ديت حسابي أجيت معي أدوات حادي بسلاحة بيض؟ لا لا تجي بسلاحة بيض كثير مشكلجي يا زر باي باي قبل مشاكل أجماعة أخطك الآتي بدي أدخل هون جوتك اللي حعملك الآتي هلح استخدم الكارزمة تابعتي يعني هزبط وضعي معاه هروح أطشو شو نطلع مع بعض بعدين نحاول معا قاعدة صراحة نحاول أفهم ايش فيه جوه لاتس جو غير مشرخص عشان نشوف يزن مشاكل يزن مشاكل هيني جاييك مشكلجي ها سيحنا في طريق لبيت يزن مشاكل عشان نأخده اللي بلش مغامرتنا لليوم بتعرف يزن مشاكل؟ نعم آه يسمع هو مشكلجي كثير معانا هي وردة يزن مشاكل بس والله العظيم شكرا أخ شو اسمك؟ بيت صديقي بتعرفي يزن مشاكل؟ نعم ايش ما بتعرفيه؟ هو؟ لا أكتر أكتر من أخ اوكي هنا في الطريق هنا قربنا لبيت يزن مشاكل ممكن تحسب المشاكل من هون فيه هيك ضغط في قوة صح؟ صراحة مش عارف اذا حندم اولاقها الفيديو خايف انه أصور معا فيديو بعدين يرجع يعمل فيديو بفضيحتي انه أبرب ما بيشطف مثلا هيك شيء جد حقيه بعمله متفضل إذا المشاكل هلا والله لين؟ مدت كثير ضخم انا ناكز عشان تعرف عميك وتتسب بس ما جبتلك هدية معي ايجيب المشراط؟ لا هايلك هاي عشان بس تبريك دي ايس بين يوبينك بس هلا بش عشب روح يجي بعد مرحبا هلا أنا وليز المشاكل يجينا هون النوع المضاب نعمل صلحة هيا ما نفكر في الموضوع هداك بس حاب اتعرف عليك هس انت يزم المشاكل تكره ها انت؟ كمحتوى جدا يعني انت تكره كثير يوتيوبرز او بس انا؟ بس انت اكيد مستعد هسا الروح الملاهي؟ ولا مستعد اروح اي مكان انت فيه بس يستعد او بس جدا بس جديد بس جدا بس جدا بس جد بس جدا اشتركوا في القناة 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 عن الأستاذ الكريم اللي هون اني بكرة كل بساطة انت تكراني جد؟ لا بس ليش التعريف زيادة بلهجتك كتير كتير صراحة لما حضرت الفيديو مع الشخص اللي انا منطقته حسيت ان انا قاعد ببالغ اه؟ 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 زيادة اه؟ حسيت مسعت فيه الارض نزلو اسمع اسمع حليت فليت فليت فلي شوي مباحب شوي صغير اه؟ لا يا فلي قدمة انت حرامي انا بشك انك بتسرق كنادر للمصليين من باب الجامع يوم الجمعة ما بس رقك كنادر بس حفايات مرة واحدة سرقت حفايات حمامة في المسجد اذا حدا سارق بوتك تسرق بوت حد تاني اخوة بطلع مية من مية حافية لا بالانتقاد ظابط ولا بالفلوكات ظابط اه؟ حسنا شوف في عند التعليق بتتكبر وضفتها وضفت طمام الليديو شو تعليقك انت طيب؟ انا طيب تروح ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مفروض اليوتيوبر هذول اللي بيحكي عن حالهم منتقدين يطلعوا يمسحوا في الأرض ليش معصب حاقد عليه ليش؟ شو عاملك أنا؟ والله مافي حاقد شو كلهاد؟ هو اسطوب بيض هيك لسه واحد لسه جديد في اليوتيوب شو متوقع منه؟ شو اللي جديد؟ شو اللي جديد؟ كم مشترك عندك؟ الله كرم لي وصار عنده 20 ألف 20 ألف؟ 20 ألف؟ خمس شهور صار لي باليوتيوب؟ جالس بس كمتوقس الله لطف أحسن لا إن شاء الله حاول إني أصير إيش؟ أحكي مع طبيعتي أيوة زي بيحكي؟ أنت أدوري بدك تحكي أحكي أستطوري إيونا ليش؟ إيونا ليش؟ طبعا هاي مش أول مرة أحمد أبو الرب ينصب على المتابعين لا هاي ثاني مرة أضعوا على الآيفون كان فيه شرطين شرط الأول إنه حدا يحذر وين أنا مسافر والشرط الثاني كان إنه أشوف المسج وواحد من المتابعك هيربح آيفون دور 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 وربي أقسم بالله ما شفت حدا كاتب كينيا بعدين فيه واحد من الشباب الترعيم معنا مشاهير في كينيا رح يصورني وانتشر وبلش الكل يبعت فالموضوع خلاص خرب يعني بطلت قدرت أتبع عنه وين مين حكي كينيا وانت ناس خلاص المرة جايبي عن المسابقة هو واحد اللي بأخذ آيفون بحكي إنه ما معك تعطيه حق التلفون وخلاص أنا كيف ما معي حق الآيفون إذا أنا موزع عبرات 15 آيفون بس اليوم؟ كان معك حق 15 بس ما عكش حق 16 بس والله يا جماعة بس حكت بوله بس وبعد ياخذ وشي في سيرتك؟ أحمد أبو الرب وأفرجيه قيمته باليوتير خلاص يا أحمد بصراحة أنا حبيت يا زل كتير بالواقع بجمع خيلت صلاحة خيلت أقابل واحد إنه يكون عفريد ما يكون بني آدم يكون عنده ذيك عين هون زيادة فهم بس بعد هيك شفت إنه لا بالعكس طلعي إنسان عادي أوكي بضد أشياء أنا بعملها أوكي بس صراحة تلينا اليوم أوه مسلي صراحة أنا يعني كان نفسي عاجة أمراهي كمان عنده ذيكات جبته بس محرم بيني وبيني يزا المشاكل أوه كان خايف بتعرفوا جماعة قناة يزا المشاكل في الدسكريبشن صيروا مشكلجية معا أوه خشوا وجزم الجاش المشكلجية صراحة أول مرة أعمل هيك إشي أول كنت في توتر بس مبسوطة أنا عملتها شي سأنيك تعرفت ليسه؟ أوه يلا أجمع إذا كنتم مشتكين في قناتي اشتركوا أنا شوفكم عادي شوفكم عادي جاوحوش لا توجع لي راسي خد جزرة والله لك مش فاضي